السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات الكبد الدهني مرتبط بالسمنة وأيضا مرتبط بارتفاع ضغط الدم ووجود مستويات عالية من الدهون بالكبد وأيضا يترافق مع تغير هرموني عند النساء والرجال الكبد الدهني هو القاتل الصامت فأغلب المصابين ما بيلاحظوا أي عرض ببداية المرض لذلك ممكن يبقى المريض لسنوات طويلة مصاب بكبد الدهني وما بيعرف بهالشي إلا بمراحل متقدمة بتعرف شو أفضل علاج لمرض الكبد الدهني؟ أفضل علاج هو تنزيل الوزن واللي ما ممكن يتم إلا من خلال نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية وأيضا نظام حياة صحي تكون الرياضة جزء أساسي منه بتعرف لما يكون عندك 20 كيلو جرام وزن زائد مثلا وتتخلص منها وظائف الكبد عندك ستتحسن وستقل مخاطر إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية طيب ما هي الأعراض اللي في حال ظهورها عندك لازم تعمل كشف فوري وفحوصات وتحاليل مخبرية وأشعة؟ أهم هذه الأعراض تساقط الشعر والنزيف السريع وضعف الذاكرة وصعوبة التركيز أحمرار راحتي اليدين أصفرار البشرة وأصفرار بياض العينين وذمي بالساقين كبر حجم البطن وحكي جلدية مستمرة للأسف الكبد الدهني خطر حقيقي يهدد ربع سكان العالم تقريبا ومرتبط بالسمنة وبمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ويعتبر أكثر خطرا من التهاب الكبد فيروس سي بتعرف أن الكبد الدهني غير الكحولي ممكن يرفع خطورة الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين وحدوث أزمات وسكتات قلبية طيب كيف ممكن تحمي الكبد إذا كنت مصاب بمرض السكري؟ أنصحك في حال إصابتك بمرض السكري أن تفكر بشكل جدي وحكيم بحماية الكبد عندك السكري بيزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني وفي هذه الحالة تتراكم الدهوم في الكبد سواء كنت تتناول القليل من الكحول أو لا تتناوله أبدا بتعرف أن حوالي نصف الأشخاص المصابين بالسكري نوع تاني يصابون بالكبد الدهني وطبعا عم نحكي عن الكبد الدهني غير الكحولي حتى لو كان المريض لا يتناول الكحول وإنت لما تكون مريض سكري وعندك ارتفاع ضغط وارتفاع كوليسترول فخطورة إصابتك بالكبد الدهني ستكون أكبر وقدمت فيديو هام جدا موجود على قناتي بعنوان الكبد الدهني وعلاجه بدون أدوية فيه معلومات غنية أنصح بمشاهدته مرض الكبد الدهني يزيد من خطر إصابتك بتشمع الكبد وأيضا خطر لإصابة بسرطان الكبد وأمراض القلب والشرائين وأمراض الكيلة وممكن مرض الكبد الدهني يكون أحد الأسباب للإصابة بمرض السكري النوع التاني وإذا كنت مصاب بالمرضين وما علجت السكري نوع تاني بشكل صحيح وضبطت السكر بالدم فأنت عم تعرض الكبد عندك لمشكلة كبيرة أنصحك بعلاج السكري بشكل صحيح وضبط السكر بالدم أنصحك بعلاج ارتفاع ضغط الدم وأنصحك بتنزيل وزنك الزائد وأنصحك أيضا بعلاج ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية تريكليسيرايد وضبط المستوى بالحدود الطبيعية أنصحك بالابتعاد عن تناول الكحول وأنصحك بإجراء إيكو أمواج فوق صوتية للكبد وفحوصات وتحاليل دموية دورية للإطمئنان على حالة الكبد عندك ومراقبة وظائف الكبد وأنصحك بمشاهد فيديوهات هامة جدا موجودة على قناتي عن الكبد الدهني وعن الكوليسترول وفيديو عن الكيلة وارتفاع الضغط وفيديوهات عن مرض السكري نوع تاني راح تشوف من خلال هذه الفيديوهات مدى ارتباط هذه الأمراض بالكبد الدهني طيب ما هي عوامل الخطورة اللي ممكن ترفع من فرصة الإصابة بالكبد الدهني؟ طيب ما هي عوامل الخطورة اللي ممكن ترفع من فرصة الإصابة بالكبد الدهني؟ عامل الخطر الرئيسي هو السمنة وخاصة البدانة الجذعية وتمركز الدهون حول البطن عامل آخر هو ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم عامل آخر هو التقدم بالعمر بعد عمر خمسين سنة وأيضا من عوامل الخطورة مرض السكري نوع تاني وخمول الغد الدرقية والمبيض متعدد الكيسات اذكر دائما أن تناولك للفواكه بكميات كبيرة يعني استهلاك سكر الفركتوج بنسبة عالية ممكن يساهم بالإصابة بالكبد الدهني أنصحك بالابتعاد عن السكر الأبيض المكرر والحلويات والمعلبات وزيوت القلي السائلة والمهدرجة وعدم تناول عصير الفواكه اتناول دائما ثمرة الفواكه كما هي مع أليافها ثمرة أو تنتين باليوم تكفي اذكر أن الطعام المفيد إذا تناولته بكميات كبيرة سيكون ضار وسبب لأمراضك أنصحك بالابتعاد عن المشروبات الغازية حتى ما يسمى منها الديت أو الهيرثي أنصحك بتناول الخضروات والدهون الصحية ولما تفكر بتنزيل وزنك الزائد ابدأ بالتدريج بتقليل السعرات الحرارية اللي عم تتناولها كل يوم فتخفيض السعرات الحرارية هو الأساس بتنزيل وزنك والتخلص من الكبد الدهني وطبعا يجب أن تكون الرياضة وخاصة رياضة المشي مترافقة مع هذا النظام الغذائي المشي نصف ساعة يوميا مع ممارسة تمرين التنفس سيكون مفيد جدا لشفاءك من الكبد الدهني ابتعادك عن الضوط النفسي والسترس أيضا سيساعدك على الشفاء من المرض أنصحك بتناول فيتامين دال كمكمل غذائي وأوميغا ثري وطبعا موجودين بالأغذية البيض السمك لحم الدجاج وزيت الزيتون والزبدي الحيوانية وأنصحك بتناول لغلوتاثايون كمكمل غذائي والفيتامينات بشكل عام مفيدة وهمة وبشكل خاص فيتامين اي وهو مضاد أكسدي يحمي الكبد من الالتهابات ومفيد جدا بحالة الكبد الدهني أنصحك أيضا بتناول كوب أو كوبين من القهوة يوميا بدون سكر ويفضل في الفترة الصباحية قبل 12 ظهرا أحبائي شكر كبير لكل متابع غالي دعم قناتي بميزة شكرا وشكر كبير للأحبي اللي ينضموا للقناة وأصبحوا شركاء داعمين لقناتي وعم يتواصلوا معي عبر واتس أب تابعوني دائما نكونوا بخير بإذن الله دخلوا دائما لقوائم التشغيل بقناتي وشوفوا الفيديوهات واكتبوا تعليقاتكم شاركوا الفيديو ووصلوا لأكبر عدد من الناس لتكون الفائدة عامة ونضموا لقناتي لنتواصل عبر واتس أب بعد تفعيلكم لميزة الانضمام فعلوا زر الجرس ليوصلكم دائما إشعار بالفيديو اللي رح ينزل بشكركم وبحبكم جميعا وبتشرف فيكم وسعيد بوجودكم بقناتي ودعمكم إلي محبتي الكبيرة وتمنياتي القلبية بالخير والصحة والسعادة والسلام لكم وللعالم أجمع كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته شكرا للمشاهدة